متأكد وميقن بالشيء هذا ان الوضع المالي السيء اللي وصلنا له اليوم وصلت له البلد ما هو بنزول اسعار النفط وله بوضع اقتصادي عالمي انا اعتقد ومتأكد انه بسبب فشل السياسات الحكومية السابقة وايضا الحالية نعم من متى الناس تتكلم والنواب يتكلمون عن تنوية مصادر الدخل من متى هذا اهمال نعم حكومي وايضا مشاركين فيه النواب وانا اذكر لما كان سعر البرميل وصل فوق المية ووصل مية وثلاثين نذكر الاخوان لما كنا نقول نطالب علاوة الاولاد شنو كان رد الحكومة شنو كان رده والتحجج انه لا رح يسبب تكلفة على المال العام ورح يسبب مشاكل اليوم ما يصير ونسمع تصريحات مع الاسف لبعض الوزراء اللي يقول والله يشرب قهوة من ماي من ماي الحكومة والموس رح يستمر لا انت قاعد تستفز المواطن وهذا الحجي التصريحات هذه كنا نسمعها لما كان سعر البرميل وصل الى ثمانين دولار